صحة وسعادة والنور والإشراق صباح جديد مليء بالتفاؤل صباح الازدهار والتقدم لإماراتنا الحبيبة صباح نتمنى من الله أن يكون على الجميع وهم في صحة وسعادة وطمأنينة أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي حقيقة المستمعين كما نذكر دائما بأن هذا البرنامج جاءت فكرته من قبل هيئة الصحة بدبي ليكون منبرا ونافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وأيضا لكي يكون ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج للسادة عيسى سبيل ومن طاقة من الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة والتي تحوي الكثير من المواضيع في هذا الصباح وكما عودناكم دائما في بداية البرنامج نختار أحد الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء حيث نذهب إلى الخبر الذي يقول أن العلماء يكتشفون مفتاح العطش في الدماغ الخبر يقول اكتشف خبراء فيسيولوجيا الجهاز العصبي المنطقة المسؤولة عن الشعور بالعطش في الدماغ وكيفية التحكم بها ما سيساعد الأطباء في علاج اضطرابات هذا الشعور وخاصة عند المتقدمين في السن يعني اكتشف هذه المنطقة العالم تشارز تسوكير وفريقه العلمي من جامعة كولومبيا الأمريكية الذين اكتشفوا في تسعينيات القرن الماضي سلسلة الخلايا العصبية التي يستخدمها الإنسان وبقية الثديات في التعرف على أنواع المذاق الخمسة الأساسية يقول عالمنا تسكير كما هو معلوم ليس للماء مذاق لذلك لا يتمكن الجسم من تحديد مستوى السوائل فيه وكمية الماء التي تم شربها استنادا إلى تغير كمية جزيئاتها لذلك يبدو أن هناك جهازا مسؤولا عن هذا العمل وهو جهاز استشعار الجفاف والذي لا يزال مجهولا من اكتشاف الجزء المسؤول عن العطش وعن حاجتنا الشديدة للماء ننتقل إلى موضوع آخر وهو العلاج بالماء وهي تقنية متطورة مستخدمة في قسم العلاج المائي التابع لقسم العلاج الطبيعي في مستشفى راشد وأيضا للتحدث والتعرف على هذه التقنية يسعدنا أن يكون معنا في هذا الصباح على الهاتف الأستاذ إهاب محمود شعشاعة خصائي علاج طبيعي أول في القسم ليحدثنا عن هذا العلاج وطريقته والتجهيزات المتوفرة في المستشفى ونوعية الأمراض التي تصل إلى قسم العلاج المائي حياك الله معنا أستاذ إهاب الله يحييك السلام عليكم السلام ورحمة الله أستاذ الله يسعدك يا رب من زمان ما يشوف هناك أستاذ العلاج المائي أحد الخدمات التي يقدمها قسم العلاج الطبيعي وإعادة التهلي بمستشفى راشد يعني يليت السادهاب تعطينا فكرة عامة عن هذه الخدمة وأهميتها للمرضى خدمة العلاج المائي أريد من الخدمات الممتازة جدا عندنا في قسم العلاج الطبيعي وهو عبارة عن مسبح طبي مصمم صمم الشركة الإيطالية طبعا على أعلى المقاييس مصمم للأغراض الإلاجية فقط وهو عبارة عن مستويين مستويين الأول هو تقريبا ارتفاع متر ما بحتاج أن الواحد يعني يكون سبيح عشان يدخل المسبح هو ارتفاع متر ومتر ونص حسب طول الشخص نستقبل هنا الحالات تقريبا من 12 سنة أو 13 وما فوق وهذا المسبح يجرى له فحص يومي من قبل الفريق الهندسي التابع للهيئة يعني يوميا الفريق الهندسي بيجي بفحص نسبة ديكلور نسبة الحرارة درشة الحرارة قلوية الماء وتنظيف الفلترات وكمان بيسووا فاكيوم يعني تنظيف للمسبح فعنا صيانة يومية ودورية على المسبح من قبل الفريق الهندسي لهيئة الصحة ممتاز فمن أهم الشيء من خصائف الماء اللي احنا بنشتر عليها اللي هي الطفوان الطفوان خاصية الطفوان بوينسي وقلل الجاذبية الأرضية في الماء فالمريض إذا ما استطاع مثلا يسوي بعض التمرين بسبب الإصابة خارج الماء فيوم يدخل الماء يبدأ لسويليش لأنه بيكون وزو أقل وجاذبية أرضية بتكون أقل داخل الماء بالضبط أنا هذا اللي كنت أبغى تكلم عنه سيد ذهاب يعني أنواع الحالات اللي تستقبلونها للعلاج بهذه الطريقة نعم العديد من الحالات منها مرض الدفك منها الكسور بعد عمليات عمليات تثبيت مثلا صار عنده واحد كسر وثبتوه طبعا ما بيقدر حط وزن بره الماء فمن دخله جوه الماء بيقدر حط وزن عادي طبيعي بيكون بره مسموه له معناها بجزء وزن جزئي أو من غير وزن بحال أنه يوم يشف الماء يدخل الماء يقدر حط وزن كامل هاي أحد المزايا اللي نستعين فيها بالماء نستقبل حالات الغضاريف خشونة الركب خشونة غضاريف الركب والأربطة الصريبية لدى اللاعبين ولعبين المنتخبات ولعبين الأندية أمراض الضغف العضني العصبية كما حدثت كمان على خشونة المفاصل نستقبلها وهناك العديد من الحالات طيب في مراحل معينة لمثل هذه العلاجات هو يعني أفضل إشي بحالة العلاج المائي أنه عندما لا يستطيع المريض إجراء التمارين الطبية خارج الماء يعني ما يقدر يفويها على سبب أنه في عنده ألم أو يعني يكون فيه ألم أو فيه ضعف مثلا غير مسموح لا يحط وزن برا الماء زوال الماء بيحط وزن كامل عشان خفية الماء فإذا لم يستطع أنه يسوي التمارين برا الماء من دخل زوال الماء فطبعا هي دائما مش دائما غالبية تنبيع الحالات الأولى بالعلاج طيب أنا هنا أبغي أسألك ساذيهاب يعني عن مدى استجابة الحالات المرضية لهذا النوع من العلاج بحكم خبرتك الحالات المرضية تستجيب بشكل منتاز جدا شكل جدا منتاز طيب يعني هل نتائج العلاج المائي تكون أفضل من نتائج الأنواع الأخرى من العلاج الطبيعي؟ نقدر نقول هذا الكلام هو نتائج العلاج المائي والعلاج الطبيعي مكملة بعضها البعض يعني هي سلسلة يعني هي إمارة عن حلقة حلقة إذا المريض ما بقدر يفهمه مثلا برا نبدأ في العلاج المائي عشان نأهله ونطوره المرحلة اللي بعدها اللي هي ما بعد الماء ولكن هي حلقة يعني متصلة بعضها البعض فضروري إيش؟ إكمال حلقة كاملة جميل مع العلاج المائي نعم أساد إيهابي دمامنا نتكلم عن عدد الحالات التي تستفيد من هذه الخدمات شهريا والطاقة الاستيعابية اللي متواجدة لديكم أستاذ محمود إحنا عنا نظام مجموعات فإحنا نستقبل تقريبا يوميا أربعة عشر مريض ميل وأربعة عشر في ميل يعني أربعة عشر مريض من ذكر وأربعة عشر مريض أنتا نستقبل يوميا والجلسات عددها بيكون تقريبا لكل فئة عشر جلسات إن شاء الله والنتائج عندنا طبعا شهريا نتائج ممتازة جدا فتقريبا لو أعطتك في المية بيكون تسعين في المية استفادة تسعين في المية استفادة وعشر في المية لو ما استفاد المريض ما بينظر لأنها عبارة عن تقويات داخل الماء وإطالات داخل الماء جميل أنت ذكرت أن هناك أربعة عشر مريض يوميا ذكروا أربعة عشر مريض يوميا أنثى هل هذا المسبح هو مسبح واحد أمام المسبحين منفصلين؟ نحن مستشفى راشد لدينا مسبح واحد هنا ولكن تقسيم الوقت على فترتين ممتاز فترة صباحية للرجال وفترة مرسائية للنساء ممتاز جدا ولدينا مسبح آخر كمان في مستشفى دبي ولدينا مسبح آخر أيضا في دبي الهيبريزيشن سنتر مركز دبي العلاجة طبيعية الطبيعي وعر التأهيل نعم ممتاز جدا ساذي هاب يعني في الختامنا بس دائما متعود أن أعطي كلمة آخيرة في ثلاثين ثانية للضيف إذا في هاب يشير لي موضوع أنا يعني ما قدرت أشير له أو نسيته في هذا الحوار فكلمة آخيرة تبغي توجهها أود أن أشكركم برنامجكم الطيب طحة وسعادة وإحنا اتطرقنا على أهم الأشياء اللي هي الاستفادة من أهم شيء في الماء عشان الجميع المترقية يعرف الاستفادة من الماء هي من خاصية طفوان الماء ومقاومة الماء حيث أن المقاومة عند أداء التمرين تزيد من قوة العضلة وخاصية الطفوان بتساعد المريض أنه يسوي التمرين من غير أي ألام أو أي مشاكل جميل الأستاذ إيهاب محمود شعشاعة خصائي علاج طبيعي أول ومسؤول للعلاج المائي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى راشد نحن نشكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا طيب مستمعين نحن ما نطلع فاصل لكن قبل الفاصل أبغي أذكركم أن الموضوع اللي ما نطرحه بعد الفاصل هو موضوع مهم كذلك هناك وردتنا الكثير من الرسائل والكثير من الإيميلات لطرح مثل هذا الموضوع ما نتحدث عن طب الأسنان في قطاع رعاية الصحية الأولية والخدمات التي يقدمها ومن الصديف معانا الدكتور خالد فرغري فابقوا معنا اللي عنده مداخلات حول هذا الموضوع ممكن يتصل فينا على الرقام 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم أعزاء المستمعين من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل قد وعدناكم بأننا سوف نطرح موضوع طب الأسنان بقطاع الرعاية الصحية الأولية فسمحوا لي أن نرحب بالدكتور خالد فرغري رئيس قسم خدمات الأسنان العامة أخصايا أول طب الأسنان بإدارة خدمات طب الأسنان في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي هياك الله معنا دكتور دكتور يعني في البداية قبل أن ندخل في هذا النقاش وندخل في أسئلة الجمهور الكثيرة التي وردتنا حول الخدمات الخاصة بهذا القطاع خدمات الأسنان دعنا نتحدث عن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في قطاع الأسنان بشكل عام يليه تعطينا فكرة عامة عنها الحمد لله طب الأسنان في هيئة صحة دبي بيقدم خدمات في حوالي أربع مستشفيات وتلاتاشر مركز صحي وعندنا حوالي ستة خصوصات بالإضافة إلى ممارس عام الأسنان وتنظيف الأسنان وصحة الطفل والحمد لله في سنة الفين وخمستاشر كان عدد زوار عيادات الأسنان في هيئة صحة دبي مية أربعة وتمانين ألف وخمسمية وده من أعلى المعدلات في الخامس سنوات ما شاء الله تخصصات؟ شو هي هذه التخصصات؟ تخصصات اللي بتقدمها في المعاكز الصحية الكبيرة بنقدم جراحة الفم والأسنان، زراعة الأسنان، تركيبات الأسنان، التقويم، طب أسنان الأطفال، وعلاج العصب، وعلاج الأثى طيب دكتور، الآن بنتقل للحديث عن أنت ذكرت 184 ألف أو أكثر من 184 ألف مراجع في 2015، رقم مهول جداً، يترى من خلال هذه الأرقام دكتور، ما هي أبرز مشاكل الأسنان التي تعرضتم لها بشكل عام؟ هو كانت فيه حاجة رئيسية في الأسنان أن كل الناس بتشتكي من المواعيد، فإحنا الحمد لله في 2015 لأن أنا بتطرق لموضوع المواعيد دكتور في القادم من الحوار، لكن أنا بغي أتكلم عن المشاكل الطبية اللي شفتوها الحمد لله إحنا بكل التخصصات اللي موجودة بنقدر نحنا نغطي كافة الأوجه والخدمات اللي موجودة يعني الحمد لله ما بنحتاجش أي مساعدات خارجية لنا للموضوع حتى الجراحة أو التركيبات أو أي حاجة موجودة الحمد لله موجودة وكل عيادتنا مجهزة محدثة تماماً وعلى أحدث الأجهزة فما فيش أي مشاكل بالنسبة لنا من نحن التقنية طيب دكتور كانت أغلب الملاحظات على مواضيع المواعيد لهؤلاء المراجعين دائماً ما يشتكون أن المواعيد بعيدة كانت على مدى يعني بعض المواعيد تمتد إلى ست شهور وسنة ممكن الواحد يرجع لها فكانت هناك ملاحظات كثيرة لكن أنت تقول لي الآن أكثر من 184 ألف مراجع زاروكم في مختلف العيادات يعني أعتقد أن المسألة يمكن أن كانت لكم جهود كثيرة في عملية تخفيف من هذه المشكلة وأيضاً كانت عندكم بعض الممكن نقول السياسات التصحيحية في هذه الإدارة أين أريد أن أتطرق لهذا الموضوع؟ تمام الحمد لله في 2015 بالاتفاق مع إدارة قطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة منال مع الدكتورة حمدر رئيسة مديرة إدارة خدمات بالأسنان تم عمل خطة لموضوع الموعيد وخطة أساسية والحمد لله بدت تنفيذها من يناير 2015 أننا فصلنا العيادات التخصصية عن عيادات الممارس العام وتنظيف الأسنان وكانت النتيجة أن من يناير 2015 لغاية هذا الوقت أي مراجع يقدر يراجع عيادات الأسنان لزيارة طبيب الأسنان الممارس العام أو تنظيف الأسنان بدون أي موعد مسبق يعني أي واحد يروح العيادة بيخش في نفس الوقت ونفس اليوم حسب الدور المتاح بالنسبة له بالنسبة للعيادات التخصصية الحمد لله برضو بالتنسيق مع إدارة أعاية الصحية الأولية وإدارة خدمات طبيب الأسنان عملنا إعادة لجدولة بعض التخصصات في المراكز الصحية الكبيرة فكانت النتيجة الحمد لله أن إحنا قدرنا في بعض التخصصات أن إحنا ننزل بالموعيد شوية عن ما قلناش أن هي طبعا بقت صفر بس نزلنا برقم أرقام كويسة وفي نفس الوقت برضو الإدارة بتعمل إيه بتبتعس برضو من الأطباء اللي موجودين اللي هم الأطباء الجدد اللي هم حيروحوا يعملوا دراسات أوليا بنشوف فين نقطة الضعف عندنا في مواضيع الموعيد وعدد الإصطاف الإليل وعلى الأساس ده بيتم بتعاس الأطباء على حسب الطلب عليهم يعني مثلا دلوقتي كان لدينا أن موعيد طب أسنان الأطفال بعيدة فكانت النتيجة في ابتعاس حوالي مثلا جاياننا حوالي في هذا الصيف هيجي توجوين حيرجعون لنا ست طبيبات أسنان المتخصص طب أسنان أطفال بالإضافة للموجودين فده هيقلل كتير جدا من موعيد طب أسنان الأطفال فالإدارة الحمد لله كإدارة عامة أو إدارة رعاية صحية أو إدارة خدمات الأسنان بتشوف كل المحارزات اللي بتوصل لنا عن طريق القمهور وبنحاول على حلها إن شاء الله طيب دكتور أنت أيضا في بعض التخصصات يعني لا تملكون إلا أن الموعيد هذه محتاجة أوقات معينة بحكم أن يجب على المريض نفسه في بعض التخصصات هذه أن يرجع للطبيب لأن هناك بعض الاشتراطات التي يجب على المريض اتباعها لكي يحصل على هذه الخدمة وهذه العمليات هناك يعني يمكن حتى من عن طريق وسائل الإعلام يعني صادفتنا الكثير من الشكاوى في هذا الموضوع نتيجة لعدم معرفة المريض بمثل هذه الإجراءات يا ليه توضح لنا هذا حول حضرتك حاجة بالنسبة لمثلا فيه تخصص زي زراعة الأسنان مثلا ده فيه شقين شق جراحي وشق مع التركيبات يعني الأول المريض بيروح بيتم عمل استشارة من قبل طبيب التركيبات مع طبيب الجراحة أو علاج اللاتة وبيحددوا في المكان الزراعات ويبتدي ياخد موعيد على أساس أنه هو يعمل الزراعة وبعد ما بيخلصها بيقعد فترة معينة عشان يلتئم الزراعة في الجسم وبعدين يركب التركيبات بعدها فموضوع التنصيق ما بين التخصصات المختلفة مع بعض ده مطلوب جدا والسيكوينس ده نفسه اللي هو حاجات مترتبة على حاجات يعني مواعيد ما ينفعش مواعيد التركيبات قبل مواعيد الزراعة لازم الأول اجراها وبعدين التركيبات نفس الحكاية في التقويم بيبقى فيه برضو دكاترة التقويم بتبقى محتاجة مثلا حاجات مع الجراحة برضو بيبقى فيه حاجة اسمها تقويم جراحي عندنا بيروحوا الأول للتقويم بعدين يروحوا الجراحة وبعدين يرجعوا تاني للتقويم نفس الحكاية في علاج تخصص علاج العصب والتركيبات لازم الأول الواحد يخلص علاج العصب ممكن يكون محتاج لعلاج لثة قبل ما يعمل التركيبات فالتخصصات مع بعضها التنسيق ما بينهم مطلوب ومطلوب من الجمهور بتاعنا أنه هو يتفهم شوية أنه فيه حاجات معينة محتاجة تخصصين أو تلاتة بموعيد لها طريقة منظمة علشان يوصل للخدمة في الأخ جميل وفي حال عدم التزام الشخص بهذه الموعيد أو بسلوب العلاج ممكن أن هذا الموضوع يأجل بالضبط بيأخر المريض ذات نفسه لأنه هو لو مثلا معموله أنه هو هيعمل زرعة الأول وبعدين بعد كده يعمل التركيبات فما ينفعش ما يروحش للزرعة الأول ويركب حيركب على إيه لازم الأول يخلص الجزء الجراحي وبعدين يروح فالترتيب ده مطلوب من الجمهور بتاعنا طبعا بالتوعية اللي احنا بنعملها له من أول الزيارات إن احنا نفهمهم خطة العلاج المزبوطة اللي هي مفروضة المتبعة علشان هو لما يتبعها هو حيستغيح والدكاترا كمان حيستغيحه وما بيقاملوا للتركيبات بتاعه جميل دكتور بالنسبة لأسعار المقدمة لمثل هذه الخدمات التي توفرونها في إدارة خدمات طب الأسنان يا ترى نتحدث عن هذا الجانب هل هي مجانا والحمد لله الدولة موفرة جميع الخدمات للمواطنين جميعها مجانا لأنها يعني دي حقهم حق الدولة بتدهلهم والدولة مؤسرتش وهاية صحة دبي من جميع الخدمات المقدمة من زرع أو تركيبات أي أن كان نوعها فهي خدمات مجانية تقدم للمواطنين وده حاجة طبعا تشكر عليها الدولة لأنها مهما كانت حضرتك عارف تكلفة الطب الأسنان غالية جدا لكن الحمد لله الدولة مفردة بكل سهولة طيب وبالنسبة لغير المواطنين أعتقد الأسعار والله الأسعار برضو متناوزية معها للسوق إنت عارف خضرتك بيبقى برضو في إحنا ملتزمين بأسعار مواد وخدمات وعيادات ملتزمين بالأسعار اللي ماشية من على السوق ودي معتمدة من هيئة صحة دبي من شؤون الملائية بتاعتنا لها طبعا طريقة أو لها طريقة بالتنصيق معهم بحيث أن إحنا بنقدم الخدمات تكون مش ربحية بس رأت لها على الأقل تكون مميزة وتكون في مستوى السوق اللي موجود دكتور هنا مدى نحن نتحدث عن الخدمات الغير ربحية هناك جهود كبيرة تقومون فيها في هذه الإدارة المميزة في نشر الوعي الصحي بأمراض الأسنان والفئات التي تستهدف هذه الحملات هي فئات مختلفة خلنا نتحدث عن هذه الجهود والله الحمد لله الحمد لله تماما إن هيئة الصحة دبي وإدارة خدمات طب الأسنان بيعملوا حملات رعية دلوقتي منافسة عالميا على أساس إن إحنا دلوقتي ابتدينا مشروع دبي تبتسم بصحة وده بيكون كل جهوده على طلبة المدارس لإن إحنا بنعمل برنامج توعي لطلبة المدارس الحمد لله ابتدينا من سنتين وظهرت النتائج بتاعته والنتائج دي مبشرة بس هي عالية طبعا في نسبة التساوس وكده وعملنا برنامج لمدة ثلاث سنوات قادم ابتدينا فيه مع سيارات أو العربيات اللي هي مجهزة بعيدات الأسنان المتحركة على أساس إن إحنا عملنا كشف كامل على المدارس الحكومية والخاصة وطلعنا النتائج والنتائج دي أعلنت على المواقع الخاصة بتاعت منظمة الصحة العالمية والحمد لله إحنا في برنامجنا اللي عرض على الإدارة لمدة ثلاث سنين إن شاء الله لتقليل نسبة تساوس الأسنان أنا باخد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع دكتور بس بعد ما توقف مع فاصل قصير ومن تواصل معاك كذلك في الحديث عن الخدمات التي تقدم في إدارة خدمات طب الأسنان بقطاع رعاية الصحية الأولية مستمعين والباب ما زال مفتوح أمامكم نقاش مستمر من وقف مع فاصل قصير ومن ثم سنواصل الحديث مع دكتور خالد فرغلي صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصرحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل قد توقفنا في الحديث مع الدكتور خالد فرغلي رئيس قصم خدمات الأسنان العامة خصائي أول طب الأسنان بإدارة خدمات طب الأسنان قطاع رعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي دكتور كنا نتحدث عن مختلف المواضيع التي نتناولها في مساء الخدمات التي تقدم من خلال هذه الإدارة المتميزة لكن هناك سؤال دكتور يتحدث أن أحد العملاء تم تأجيل موعدة بسبب طبيب التخدير رفض إجراء العملية هذه لطفله وتم تأجيل هذا الموعد الكلام ده ممكن إن هو بيحصل طبعا اللي حاصل إن إحنا بيبقى موجود عندنا لسة من لسة العمليات وفيها مثلا بيخش عدد من الأطفال بيروحوا قابلها بيوم عشان يعملوا الفحوصات وبيتم الكشف عليهم من قبل قسم التخدير لو هما بيدوا أو بيدون العلامة إن الطفل ده مؤهل يخش العملية إحنا في الأسنان بتبقى موجودين على اللسة وبندخله على طول وبيخش يعمل العملية لكن لو كان حالته الصحية العامة مثلا عنده برد أو عنده أي حاجة تمنعه إن هو يدخل تحت التخدير ده بتبقى مسؤولية التخدير وهم اللي بيقولونا إذا كان ده مؤهل يخش العملية ولا لا فدي مسؤوليتهم هما إحنا ساعتها ما نقدرش ندخل المريض وهو مش فت للعملية لأن هذه المسألة ممكن قد تشكل خطر على حياة على حياة الطفل طبعا لأن ده حاجة مهمة جدا إنه هو يخش وهو مش مؤهل صحيا للتخدير العام لأن ده حاجة مهمة جدا فدي تتبع قسم التخدير وهو اللي ساعتها مسؤولية بيقول اشتغلوا أو ما تشتغلوش أنتوا في هذه الحالة شو اللي تسوى؟ إحنا والله بنحاول دلوقتي لأن طبعا مثلا الموعد التخدير العام بتبقى كل أسبوع بيبقى فيه لستة أو كل يوم تلاتة أيام فيه لستة فإحنا بنحاول نساعد مثلا الطفل ده إنه هو مش مؤهل مثلا أو عنده برد طفل أو طفل عندهم برد في الحالة دي بنعمل إيه؟ بنمسلا نأجله لمدة أسبوع ونجيب المريض اللي هو في الأسبوع اللي بعده إحنا عندنا اللستة مثلا كاملة نجيب المريض من اللستة اللي بتاعت الأسبوع اللي بعده ونقدمها أسبوع بحيث يعني بنكسب بوقت للمريض إنه هو يخف اللي هو مش مؤهل صحيا للتخدير العام وفي نفس الوقت بنقرب مريض تاني ونحاول إحنا منأخرش حد يعني يعني هذه دكتور رسالة مهمة لأولياء الأمور أن طبعا دي حاجة مهمة جدا لصحة أطفالهم يعني أهم حاجة الصحة العامة يعني طبعا صحة الأسنان مهمة جدا للأطفال وكل حاجة لكن صحة الطفل العامة مهمة أكتر ودي اللي بيحددها أطباء التخدير لأنه هما مش ممكن يخلوا واحد إنه هما يخش العملية وفيه أي خطر على حياته يعني دي خطر على الحياة مش على السنة أو سنتين فإحنا بنحاول في الأسنان إن إحنا نتوائم مع الموضوع ده بتقريب مثلا بنحط واحد مكان واحد وندي أسبوع فترة بغاية ما يخفيه بقفت يخش العملية وقوم بالسلامة جميل وإني أعتقد حتى أولياء الأمور ممكن يتعاونون معاك في هذه المساعدة طبعا لأن صحة أولادهم يعني دي صحة أطفالهم يعني مش هيحطوها على المحكة على الخطر بالضبط طيب دكتور أنت كنت تتحدث عن بعض البرامج التي تقدم لطلبة المدارس هناك يعني من يتحدث أن يجب أن تتم عملية التوعية عملية تعزيز العادات الخاصة بسلامة الأسنان والفم من خلال الحملات التي يجب أن تؤدى في المدارس مع طلبة المدارس طلبة المدارس بنوحلوهم وزي ما حضرت شرحت لك على البرنامج اللي احنا بنمشي فيه على أساس ان احنا تقليل نسبة تساوث أسنان في الأطفال وعندنا هدف معين ووفقات معمورية معينة مع الإضافة إلى ذلك عندنا برضو خدمة المجتمع خدمة المجتمع مهمة بالنسبة لنا لأن المجتمع كله مش أطفال بس فمسلا فيه الجمعيات الأهلية عندنا جمعية النهضة النسائية عندنا جمعية متلازم الدون عندنا مسلا جامعات جمعية زايد احنا كل دي بنعمل لهم زيارات دورية بالاتفاق وبالتنسيق معهم ومنحنا بنروح لحملات دي حتى ساعات بيبقى يوم سبت يعني يوم الأجازات بتاعتنا بس عشان يكون مثلا متوجدين معاهم ومسلا بنروح للمؤسسات مثلا مؤسسة دبي للمواصلات الجمعيات الهيئات الحكومية بنروح نزورها كلها حملات توعية بناخد سيارات بتاعتنا بتاعت المؤهلة بنعمل كشف هناك وبنعمل توعية وده دون مهم جدا لان احنا بنروح للعميل لغاية عنده على الأقل ان احنا نوعيه بصحة الفم والأسنان وبنجيله التوعية اللازمة ونقوله تحالة بقى تفضل العيادة عشان تكشف عن ده بالفعل وهذه السيارات دكتور مجهزة اصلا كعيادة متنقلة تماما يعني فيها كل التجهيزات فيها كرسية من احدث الاجهزة اللي موجودة جهازة شعرقمية فيها كاميرا فموية على اساس الاطفال يشوفوا اسنانهم وهم يعني احنا وإحنا بنفحصهم ولوغيرهم بص التساوس هنا ازاي تنظفوا كده او بتاع على الاسكرين اللي موجودة والشاشة اللي موجودة في السيارة ففيها كل التجهيزات السيارة جميل هذا واحد من البرامج الوقائية التي تقومون بها دكتور ايضا فيه برنامج او فيه العديد من البرامج الوقائية لامراض الفم والاسنان هني ابغيت الطارق لموضوع ان دبي حققت في هذه البرامج نجاحات متميزة حيث تخطط دول الاتحاد الاوروبي في هذا المجال خاصة هو ان الاتحاد الاوروبي اعتمد في 13 اكتوبر الماضي هذه البرامج ضمن خطة اجبارية ووقائية لجميع الهيئات والمؤسسات التي تعمل بمجال طب الاسنان في دول الاتحاد انا بغي اتحدث بشكل يعني اتمنى يكون موسع كذا لك عن مؤشرات هذا النجاح هقول لك حاجة احنا الحمد لله لما هما في البرنامج الاوروبي يبتدوا في 13 اكتوبر الفاتح يعملوا مؤتمر صحفي يقولوا انها هتبقى اجباري على المدارس بداية من 20-20 في الدول الاوروبي يبقى احنا اريدي الحمد لله الحمد لله في دبي وفي الامارات العربية سبقنهم لانه اريدي ان احنا ابتدنا البرنامج الوقائي ابتدنا حطينا الخطوات بتاعته خلصنا منه المرحلة الاولى اللي هي مرحلة المسح الطبي وازهار النتائج وحاليا احنا في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الوقاية وزوء والزيارات المدارس وتعليم الاطفال وبعدين هتيجي المرحلة التالتة بعد كده اللي هي هكون بعد سنتين اللي هي عمل المسح الطبي واقعاته ونقارن النتائج اللي حصلت في 2015 بالنتائج اللي هتتمي تاني على 2018 ان شاء الله فاحنا كده يبقى احنا سبقنهم لان احنا اريدي ابتدنا هما لسه بيحطوا البرنامج في اكتوبر اللي فات على اساس يطبق في 2020 طيب دكتور بالنسبة للانجازات التي تحقق ضمن ادارة خدمات الاسنان اذا ما نتحدث عنها كانجازات يا ترى شو هي ابرز الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية هو الحمد لله من الانجازات اللي كانت كويسة وعطتنا مؤشرات نتائج كويسة بالنسبة للمتعاملين بعد ما عملنا الاستبيان هو الغاء مواعيد الممارس العام وتنظيف الاسنان لان كان فيه عندنا عيادات زحمة ممكن توصل للسبع شهور تمن شهور وعشر شهور كمان فالحمد لله الاستبيانات اللي طلعت كلها كانت نتاجتها كويسة من احسن الحاجات اللي عملناها في 2015 الحمد لله ان ادارة الرقائية الصحية الاولية اتفقت مع ادارة طب الاسنان بتوسعة بعض الخدمات زي يعني ايه حضرتك؟ زي زراعة الاسنان زراعة الاسنان كانت موجودة بس في مركز البدع الصحي تمام؟ دلوقتي احنا عندنا اربع مركز كبيرة الحمد لله تم في 2015 في زراعة الاسنان في مركز ند الحمر الصحي ومركز المزهر الصحي تمام؟ وفاضل لنا ان شاء الله في 2016 مركز البرشة الصحي يعني معنى كده توسعة الخدمات على مستوى زراعة الاسنان هتتم على اربع المراكز الرئيسية في هيئة صحي الدبي طيب نحن دكتور اذا ما نتحدث عن بعض الحالات الطارئة يعني احيانا تأتي حالات طارئة لا تقبل الانتظار ابدا يا ترى شو الاجراءات اللي تتابعون في هذا المجهد؟ هو اي حالة طارئة بتيجي في وقت الدوام العيادات شغالة من 7 ونص الصبح لغاية الساعة 9 ونص في المساء فبيروح على الريسيبشن حال اعيز يخش للدكتور بيبقى الدكتور موجود بيسجل وبيخش على طول بس النقطة ممكن يكون في حالة طارئة تانية او تالتة عن نفس الدكتور او عند الدكتور قبلي فهي النقطة ان هو بس بينتظر لغاية ما الدكتور يخلص وبعدين يخش عليه يدخل على الدكتور والدكتور بيقوم بيعلاجه يعني ما فيش حالة طارئة او غير طارئة بترفض تماما في عيادات الهيئة جميل دكتور يعني اعتقد ان احنا قدرنا نغطي مختلف المحاور الخاصة بطب الاسنان ما ادري اذا في كلمة اخيرة تبغي توجهها قبل ان ننهي هذا اللقاء ان شاء الله بس اوجه كلمة للمراجعين طب الاسنان فهي تصح الدبي ان هما اي ملاحظات او اي حاجة بيكتبوها بتوصل لنا في الادارة واحنا تماني بنعمل على ازالة جميع العقابات دي ساعات بيطلبوا مسلا تزويد طبيبات اكتر من الاطباء بننفذ لهم كل الحاجات اللي ادارة بتقدر عليها بتعملها لما بيكون في موعيد بعيدها في تخصص معين الادارة بتدرس ازاي تحله والحمد لله احنا دلوقتي يعني اطاع نشوط كتير كده في الموضوع ده نطلب من الناس بس ان هما التعاون معنا في العناية باسنانهم وزيارة طبيب الاسنان طيب دكتور سؤال خارج الموضوع تماما اش يعني كلمة تملي على طول يعني على طول طيب دكتور خاتفر غلي رئيس قسم خدمات الاسنان العامة اخصائي اول طب الاسنان ادارة خدمات طب الاسنان بقطاع رعاية الصحية الاورية نحن شكري لك هذا التواجد ونتمنى لكم التوفيق دائما في الخدمات التي تقدم من خلال هذه الادارة المتميزة التي تتحدث حقيقة ارقامها عن انجازاتها فكل الشكر لكم نتمنى لكم التوفيق دائما اذا مستمعين ايضا من خدمات الاسنان سوف ننتقل حقيقة الى مستشفى لطيفة وبالتحديد مع الدكتور محمود الحليق السشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى لطيفة لما يتحدث عن برنامج الكشف المبكر عن امراض حديثي الولادة الذي يعد احد اهم البرامج والفحوصات التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للحد من انتشار الامراض المختلفة وتجنب مضاعفات السلبية التي قد تؤدي يعني لا سمح الله الى التخلف العقلي الاعاقات المختلفة وقد تصل في بعض الحالات الى الوفاء مش الوفاء بالالف الوفات عموما دكتور كيف حالك الحمد لله حليك صباح الخير صباح النور دكتور محمود يعني اذا ما نتحدث بشكل عام عن هذا البرنامج وهميته ومتى يبدأ هذا الفحص من عمر الطفل البرنامج الفحص المبكر للاطفال الحديثي الولادة يعتبر من درع واقع لحماية الطفل منذ ولدته وجزء من برنامج وطني تقوم به دائرة الصحة والخدمات الطبية وتحديد المستشفى العطيفة والعيادات الخارجية حسب مسافة عشر الفكرة من الفحص المبكر ان هناك امراض وراثية ممكن تحصل للطفل وعندما يولد الطفل ممكن لا يكون هناك اعراض ظاهرة عليه تدل على وجود هذا المرض فعمل هذا الفحص للطفل عادة يتم عمل الفحص بعد منور على الاقل 24 ساعة من ولادته عمل هذا الفحص عن طريق قطرة صغيرة من الدم من كعب الطفل يمكن ان يشخص حوالي 40 مرضا وراسيا خلال فترة وجيزة وبالتالي اذا تم التعرف على ان احد الابطال عنده هذا المرض الوراثي يتم تحويله فورا الى الجهة المختصة بهذا التخصص ليبدأ علاجه او لعمل الفحصات اللازمة واذا محتاج علاج يبقى العلاج مبكرا وبالتالي كما اشرت حضرتك بالمقدمة ان هذا الفحص مبكر سيؤدي الى تفادي الكشف عن الامراض مبكرا وتفادي ظهور مضاعفات وسلبيات المرض في مرحلة عمرية متقدمة مما يؤدي الى الصعوبة في العلاج او تأثير على النمو العقلي والجسدي للطفل نعم دكتور يعني وين ممكن يتم اجراء مثل هذه الفحوصات في المستشفيات اللي عندنا في الهيئة ام في المراكز الصحية جميع الاطفال اللي يولدوا في مستشفيات دارة الصحة والخدمات الطبية اللي هما مستشفى لطيفة ومستشفى دبي يتم عمل الفحص لهم بعد مرور 24 ساعة من ولادتهم تلقائيا تلقائيا لجميع الاطفال في حال لأي سبب من الاسباب مثلا ام قررت تذهب من المستشفى قبل مرور 24 ساعة تعطى الام موعد او كرت لتذهب الى العيادة الخارجية القريبة من منزلها عشان تعمل الفحص طبعا مهم في الحالات هاي سواء اللي هما تلقائيا في المستشفى او اللي منبعثهم للعيادة الخارجية ان يكون الاهل مدركين لاهمية الموضوع مشان يعني يعطوا بيانات فحيحة بالنسبة لعنوينهم لانه اذا طلع اي فحص فيه اي مشكلة عن طريق التليفون نتوصل مع الاهل عشان يجوا على المستشفى وينعمل لهم اللازم او لو كانوا عن طريق العيادة الخارجية بيتوجهوا بحد بيكلمهم بقول لهم روحوا المستشفى الفلاني الساعة كذا اليوم كذا عشان ينعمل اللازم لالهم شو هو اللازم اللي راح ينعمل في حال الكشف عن وجود امراض معينة دكتور يعني شو هي الاجراءات التي يتم انتخاذها في حالة وجود يعني او فحصات جانية لو اخذنا مثال مثلا احد الامراض اللي ممكن تحصل اه اه نتيجة الفحص هذا او اللي تكشف عن الفحص هذا اللي هو فحص القصور في الغدة الدرقية اه الوراثي اه اذا الفحص الاولي دل على وجود هاي الشغلة اه لما ييجي الطفل على المستشفى بينعمل فحص دم اه بيدل على نسبة الهرمونات في الجسم وبالتالي اه والفحص طبعا هذا يتم خلال يوم يعني تطلع النتيجة اه على طول نبتدي علاج للطفل الهرمون الناخص في حين لو انه لم يتم الكشف عن المرض هذا مبكرا و اه اه حضر الاهل مثلا بعد شهر او شهرين على المستشفى باعراض اه مختلفة اه انه الطفل مثلا اه مش طبيعي الطفل ما ما بيسمع كويس ما بينتبه كويس وعاملة الفحصات في ذاك الوقت لنكشف شو التشخيص ممكن يكون يعني حصل اه اه نوع من الضرر للجهاز العصبي والعقل تبع الطفل لكن اذا ابتدينا العلاج من من اول يعني يتشخص الموضوع خلال يومين ثلاثة انت في الحالة هاي اه اه الطفل حيعيش حياة طبيعية حينمو حياة طبيعية العائلة مش هكون في عندها مشاكل وبنفس الوقت اه حفظت النظام الصحي عندك في الدولة من انه اه اه يصير يتكسل بمصاريف عالية جدا لو لا سمح الله الحالة تصل الدهورة ووصل لمرحلة متقدمة المرض من غير ما ينكشف مبكرا. طيب دكتور عالي عجالة يعني اه تذكر لنا اه اهم الامراض التي يتم الكشف عنها يعني اربع وخمس او عشر. اوكي هو الفحص هذا اه اول ما اتدى في الدولة كان يكشف عن ستاشر مرض وراسي. اه حاليا اه اتطور وصار يكشف عن تسعة وتلاتين مرض وراسي. اه من اهم الامراض اللي اللي بيكشفها اه في امراض مثلا اه هرمونية وفي امراض تتعلق بالأيد اه داخل الخلية في الجسم. فعلى على سبيل المثال في مرض بسموه اه فينول كيتونيريا. اه عبارة عن مشكلة وراسية اه لا يستطيع الطفل اه تحليل البروتين الموجود في الحليب والغذاء. اه فاذا لم يتم معالجة الطفل اه والكشف عن المرض حيقدي الى قصور عقلي. اه المثال اللي اعطيته قصور الغدى الدراقية الوراثي. اه ما بتنتج الهرمون. اه فاذا تم معالجة الطفل من الاول حينمو طبيعي ويكون التقدم العقلي طبعه طبيعي. اه اه حالات تضخم الغدى القضارية الكمي. اه حالات السلسيمة اللي هي يعني يؤدي انخفاض في نسبة الهيموغلوبين. اه آلام التهابات. اه ضعف نمو الطفل. صحيح. فكل هاي الاشياء انت بتتفداها اه. اه. والله دكتور انا اتصور يعني اه لازم استطيفك عندي في الستوديو نتحدث بشكل مفصل عن مثل هذه الاجراءات وهذه الامراض التي يتم الكشف عنها لان حقيقة موضوع مهم جدا. اه موضوع حيوي واعتقد يهم كل اه اب وكل ام. ويهمنا تسليط الضوء عليه ان شاء الله في القادم. ان شاء الله. القريب من المستقبل اه اتمنى تواجدك معانا دكتور في الستوديو. لكن دكتور يعني بما ان الوقت اه يعني اه خلاص انتهى. كلمة اخيرة تبغي توجهها ونصيحها بشكل عام في اقل من ثلاثين ثانية. اهم شيء الاهل لازم يكون مدركين اهمية الفحص هذا. حتى لو لأي سبب من الاسباب مثلا طلعوا من المستشفى يتأكدوا ان يعملوا الفحص في في العيادة الخارجية. نعم. الدكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى لطيفة. كان يحدثنا عن الفحص المبكر للاطفال الحديثية الولادة. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق. يا ربك يا. اذا مستمعين وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. يعني غدا ان شاء الله عندنا حلقة اخرى مميزة وفيها العديد من المواضيع. يعني في الختام لا املك الا ان اشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا. والشكر الجزيل لفريق الاعداد بقسم الاعلام في هيئة الصحة بدبي. وكل الشكر لمخرجنا اليوم الاستاذ عيسى سبيل. يعني هذه اجمل التحايا التي اقدمها لكم انا محدثكم محمود يوسف. وفي الختام دائما ما نقول دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.